يخلقوا في الفوضى ويديروا في البلبلة حسب رايك لماذا أدل وليد صادي بها كذا تصريح أكيد أنا حتى في وجه وليد صادي تحس بأنه متأثر حتى في صريحاته ملامح وجهه تحس أنه حتى الفوز يكون مباشه يكون فوز كما هذا لكن بيظهر أنه متأثر جداً للتصريحات يسمحها من هنا وهناك أنا قلت لك يا حبا دالة وترفع هذا الأمر وما الحق ما يتكلمش على الشهادة ويشوف أمور أخرى لتهم المتقبل وطالي إذا كان الأمر حقيقي يا جمال يا وهاب حتى ولو أين المشكل إذا تحدث وأين المشكل أيضاً إذا قال من هم هؤلاء الأطرف لأنه عدم تقول بأنهم لا ما يفرحوش بفوز المنتخب الوطن الجزيلي فهذا أمر خطيئ صحة وكين يوم يتحدث ويش الفائدة تجيب المنتخب ما يجيبون لها فائدة يعني التحدث أو غير المنتخب ما يجيبون لها فائدة يعني كقدر يتفادها كقدر يتفادها إطلاقها مباشرة ويترفع قد يترفع أمر هذا ترجمة نانسي قنقر